لا تتوقف معاناة العراقيين في ظل الحكومات المتعاقبة التي تدعي دوما حرصها على رعاية مصالح الشعب وتوفير سبل العيش الكريم لأبنائه ادعاءات حكومية يكذبها واقع مرير يعيشه العراقيون بمختلف شرائحهم الاجتماعية لا سيما النسوى المطلقات أو الأرامل المشمولات بمظلة الرعاية الاجتماعية لحكومة العبادي من عيد رمضان شين هالمشكلة رحليم ليش قطعت وراتبي قالوا وريد نطلع باحث عيش اطلعوا الباحث اطلعوا الباحث قطعوا فاردنا وبعد غدي اتراجع بيهم قالوا وريد قابلين القاضي قابلت القاضي قالوا باحث والحسين الباحثين طلعت والقاضي جاء قابلته ومعاملة كل يوم كل ما يجرات بجدق اسمي يقولون نروح عشر تيام روح عشرين يوم وانا ارمى له بلا اسباب واضحة اوقفت الحكومة صرف رواتب الرعاية الاجتماعية لاكثر من 1500 امرأة في محافظة القادسية منذ اكثر من ستة اشهر بلا اي مبالات لظروفهن المعيشية ما دفعهن الى التجمع امام مبنى المحافظة بمدينة الديوانية للمطالبة بحقوقهن التي سلبتها الحكومة وتركتهن في مواجهة الفقر لسيما ان لدى الكثير منهن اطفالا بعد الطلاق او وفاة الزوج ولا فلسة احمر الطونة الروح ونجو ماكو لحد اولا مسجدت الرواتب رحل قالوا اسمك ما جاي ايه قالوا اسمك ما جاي الروح للمكتب ونرج انو بيجينا لهنا يطون غير احتاج وامام استمرار معاناتهن ومطالباتهن بحقوقهن يستمر التجاهل من قبل الحكومة والقوى السياسية المنشغلة بانجاز تحالفاتها من اجل حصد اكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية المقبلة وحصد اكبر قدر من المكاسب السياسية دون التفات لما يعانيه الشعب العراقي اشتركوا في القناة